28 عاما مرت على المجزرة تلك التي اقترفتها قوات التحالف الثلاثيني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يوم انقصفت ملجع العامرية في مدينة بغداد فجر الثالث عشر من شباط من عام 1991 لتزهق أرواح أكثر من 400 مواطن عراقي معظمهم من الأطفال والنساء قضوا حرقا أو اختناقا كان توقيع المجزرة يحمل بصمة من تدعي زورا أنها راعية الحرية والحقوق الإنسان في العالم أمريكا أغارت بطائراتها على بغداد وألقت حمم حقدها أبان حرب الخليج الثانية لتكون بذلك فاتحة عهدها الدموي في العراق الذي ظل شهدا على مجازر متكررة حدثت وما زالت تحدث لم ينسى العراقيون مأساة ملجع العامرية فبعد أكثر من ربع قرن لا تزال هذه اللحظات محفورة بذاكرة العراقيين وما يزال دوي الصارخين الذكيين وانفجارهما يعبث بذاكرة من عايش تلك الجريمة وما تزال أصوات النساء وشهقات الأطفال تتردد في الضمائر لتجسد صورة من صور العبث الأمريكي في مصائر الشعوب كانت لحظات مروعة جدا هكذا تحدث من رأو الجحيمة بأم أعينهم وحاولوا مساعدة من في الداخل لدرجة أن فرق الإنقاذ عجزت عن انتشال أحد إذ أن أبواب الملجأ لم تفتح بعد أن نشبت فيه النيران حبوست الأنفاس طويلا قبل أن يتمكن رجال الدفاع المدني من تكسير الأبواب ودخول الملجأ لكن بعد فوات الأوان فقد كان المشهد في الداخل أقسى من أن يوصف الجريمة التي حملت وجه أمريكا البشع ودلل إجرامها ووحشيتها حملت معها أيضا جرحا لما يندمل لدى العراقيين ومزيجا من الأسى والغضب غل عصيا على النسيان سيما أولئك الذين لم يجدوا أثرا لأبنائهم الذين صعدت أرواحهم إلى بارئها يتذكر العراقيون كل عام تلك المجزر وضحاياها الأبرياء وهم يعلمون أن القاتل لم يتردت بعدها في ارتكاب مزيد من الجرائم ليصبح مقررا لمصير البلاد ناهبا لثرواتها مقطعا لأوصالها يتذكرونه وهم يعيشون أملا بأن يستعيد العراق عهده السابق بكل ما يملكه من تاريخ عريق وحضارة مشرقة قدمت الإنسانية ما وضعها على طريق التطور والتقدم قبل أن تكون في خريطة العالم بقعة أرض اسمها أمريكا